اولا حكتم ويمين جدا لازم يتقالوا في مقدمة حلقة الاسبوع الواحد وعشرين. انا بعتذر على معلومة ان توني هيتوقف عشان مش عشان انا مكتش عارف ان توني كان مصاب انا عارف كواسي ان توني كان مصاب. لكن انا بعتذر عشان انا قريت تويتا. تويتا دي من الاكاونت الشبيه لفابريتسيو رومانو. دايما انما بقرأ حاجة بدخلت اتاكن ده الاكاونت بتاع الشخص او بتاع السورس نفسه او بتاع مصدر نفسه. فانا ما دخلتش عملت ده. ورجعت للتويتا لقيتها ان هي بتقول ان هو بعد ما هيرجع من الاصابة هيكون الحكم بتاع المحكمة. وان بنسبة حاجة وتسعين في المية ان هو هيتوقف. فبالتاني نصحت نصيحة ان ما تشتروش توني او اللي عنده توني ابدأ اتخلص منه. وطلعت المعلومة دي غير صحيحة فانا بعتذر جدا جدا. اما تاني حاجة في المقدمة وهي ان انا على تويتر قبل تويتر وانستجرام قبل التالي شبه اللي فات دخلت كتبت بعد ما كنت نزلت الحلقة دخلت كتبت ان انا مش مرتاح لكابتان اتخالص علشان الارقام بتقول ان سيتي قدام الفرقة الكبيرة المفروض في قدامه على تاطنم هيجيبه في معدل اربعة اجوال. هما جايبوا خمس اجوال فتقريبا ان اجواء نفس المعدل وان ده مش رقم عالي يخلي ان هالند يكون كابتانة مغرية جدا دي اول حاجة انه مش شرط يجيب او يسجل في اللي جوان دي كلها كتير دي اول حاجة تاني حاجة انه فكرة هتكون فشلة جدا لكابتانة هالند يعني فكتبت كده على تويتر وانستجرام فاعتقد فايتكم كتير جدا لو مش عاملين فالو على تويتر وانستجرام خش اعملوا هناك لان في حاجات بتكون بعد الحلقة بتكون حاجات محتاجة تتكتب مش هيل حق ينزل لها حلقة فلسا تكون موجودين هنا وهنا عشان كمان في حلقات مختلفة خالص عن بتنزل على الكورة والفانتسي بتنزل على انستجرام كمان بالذات فلسا اعملوا هنا وهنا زهرين قدامكم دلوقتي وهتلاقي الانك سطحوا موجودين في الديسكريبشن والله بينا ندخل على الحلقة لان الحلقة فيها كلام كتير جدا نحاول ما يكونش فيها مونتاج كتير عشان تلحقت نزل لكم قبل مساء الفور اللي عليكم من سيديو دات الفور معكم احمد رضوان وحلقة جديدة من حلقات سكاوت الفانتسي وحلقة الاسبوع الواحد وعشرين وتعالوا نبدأ بمقدمة كده نقول فيها شوية حاجات مهمة جدا عن الاسبوع ده قبل ما ندخل جوة تفاصيل الحلقة. اولا اللي بيحصل مع محرس ده ده شيطان. شيطان جاي بيقول لك يا ولا يا ولا الواد محرز لهو شغال بيجيب نقاط حلوة. ما بيقعدوش مش هيقعد دكة. كل الكلام ده ده شيطان قد بيوسوس لك جوة عشان تروح رايح شاري محرز على طول. انا جاي لك دلوقتي اهو بعد ما كابتن رياض محرز جاب له جولين واسست قدام آآ في الاسبوع العشرين. جاي اقول لك ان كل اللي بيحصل ده قصة كده هيجي بعديها مشكلة كبيرة جدا. فمحرز اللي احنا كلنا هنعتمد عليه وهنجري نشتريه ده. كمان اسبوع والاتنين هتلاقي محرز ما بيلعبش. بيزعل منه زي ما زعل على كنسلو زي مبارح قاد على الدكة بتاعت سيتي فرقة اقوى من الفرقة اللي في الملعب بس اثناء هلند. يعني عاد وكر وكنسلو. ديازو لهم اللي اربعة الاسبوع الفرقة الاساسة. آآ فليبس اللي هو قدامهم دي بروين قدامهم فودن. دي الدكة بتاعت منشارت السيتي. فطالما الناس دي بتوضع الدكة يبقى احد ممكن يوضع الدكة. فمحرز اللي بيحصل معاه ده دي بابل مش بقول ان محرز اللعيب لو لاعب في الملعب هيبطوله عمري بقول هيبقى لعيب مش عادي في الفانتزي. ولكن وفي الكرة انا في الحقيقة نفسها انا ببارش بعيدة عن الفانتزي يعني. ولكن اللي بيحصل ده ده حركة كامل بيستدرجنا عشان في الاخر آآ يعد عدكة ونبدأ ناخد الصدمة وازاي محرز جعل عدكة ونقعد ايه نصوت ونندب في الكلام ده. ده مبدأ هنا. النقطة التانية الحمد لله ان احنا مش هنا مع قرار كين مش صلاح ولا ده. معارش طبعا في ناس معها ولا لا في ناس معها سلاح ولا لا ولكن كين بدل صلاح و ده بروين بصراحة صفقة نجحة جدا جدا. اخر العيب معنا في خاطر هجوم وهو وهاري كيين انا جايبه مكان صلاح. هنا السؤال عندنا صلاح وعندنا وعندنا وواحد فيهم هيكون موجود في الفرقة في فورمة كويسة جدا هاري كين في فورمة كويسة جدا. صلاح في فورمة مش كويسة خالص. كان وصلاح بيلعبوا لك. فبالتالي مين الشخص او انا باخد من المعلومات اللي قلتها دي من الشخص القامل في القصة دي هو هاري كين. هاري كين من اللعيبة اللي ما بطول ما هو سليم هو ما بيطلعش من الملعب. ايه نقطة بالنسبة لهاري كين رقم عادي جدا هو مطلوب انه تسعين نقطة. انا شايف ان هاري كين من اللعيبة اللي اقدر ابدأ بيها وانا مرتاح جدا في وجود داروين اللي بيعوض شوية من نقط صلاح. فبالتالي داروين جاب قد صلاح او اكتر تمام ما جابش اكتر من ما جابش قد صلاحه اكتر. فبالتالي انا عندي حد من حبيت اجيب صلاح في اي وقت. هتطر اعمل اتنين ترامسلز ابيع كين مع حد تاني في نص الملعب. واجيب صلاح في اي وقت تاني. شايف ان مع كنسل ومع حلم كتير جدا جدا من من مانشارت سيتي. ممكن يدقيقنا كتير قوي. في نفس الوقت ماتشاط مانشارت سيتي مش احسن حاجة. فانا ضد وجود وشايف الاختيار ما بين صلاح وكين. اكيد كين هيكون احسن لو انت شخص ما عملتش لسه فانت كاسبان كتير جدا جدا حتى لو نزلت في الانك في الاسبوع ده. دي نقطة مهمة جدا لان ناس كتير عملت اللي هلل في الاسبوع ده. ما مشيتش مزبوط خلص تما نقط مش كويسين تماما. فبالتالي اه انت لسه معاك اللي ممكن تستخدمها في وقت ساعتها هتبدأ بتطيع لها كتير جدا لان في ناس كتير جدا هتحرمت من عندها. هدخوا على فقرة اثنانية وفقرة لعيبة شوية لعيبة كده نتكلم عليها ناس تتكلم عليها نشوفها نجيبها مش هنجيبها رأي فيها ايه كل الكلام ده دي فقرة رئيسية بتاعة الحلقة. مبدئين ده شخصية بنفس اهمية هللن ما ينفعش ولا تبيعه ولا تحطه على البنج. ولو مش عندك لازم تشتريه. تمام كده? ده راجل اقل من هللن بخمستاش ستاشر نقطة وهو باربعيف الماء من سعره. يعني حاجة حاجة مرعبة ده حاجة مرعبة في الفانتسي. فلازم يكون عندك حتى لو بعد الكلام ده حاجة لنشي قدام ولكن انا بقول انه لعيب مهم جدا اعتقد انه عنده ناس كتير يا اغلب ناس يعني بس في ناس كتير بشوفها كتير بتعضو على الدكة او في ناس لسة مش عندها فده لعيب مهم جدا في اللعبة. النقطة التانية وهي بصوها معها بس خلينا نفكر شوية مبدئين كمان تلات ايام في في الاتحاد. فبنسبة كبيرة كنسله المفروض هيلعب الماتش ده. فنستنى ناخد نقطة كنسله في الماتش ده. حتى لو جاب له اتناشا نقطة اللي هو والدنيا تمام. هنبيه ابعدها على طول لان احنا مش حمل نلعيب بالغلو ده اغلب العيب في المدافعين اللعبة. يبقى جاءت عادي جدا مع بقى الفرقة فبالتالي كنسله هنلعب بيه الاسبوع اللي جاي لانه نسبة كبيرة المفروض هيبدأ الماتش الجاي وبعد كده نقدر نبيه بدلا ما نبيه دلوقتي يولحوا جاب نقط ونقول ايه ده اول ما بيعناها جاب نقط منك لله يا باب وان اللهم باب هو مش اللهم مش على باب هو بالمنطق راجل ما لعبش المفروض ان نلعب الماتش اللي جاي على ملعبه ماتش المفروض نسبيا سهل عاملو كنش يتفضلوا للاول برا ملعبهم فشوية حاجات ممكن تكون بتساعد شوية ان اه كان سيلو يجيب نقط كويسة الاسبوع اللي جاي اللعب التالت وهو جماعة تروسار لعيب كويس جدا من كل حاجة بس مش هشتري دلوقتي خالص يعني تروسار اللي راح ده المفروض انه التلاتة اللي تحت المهاجم مهاجم في ارسنل احسنل من تروسار تمام كده? السيستم اللي ارسنل ماشي بيه والفورما اللي ماشيين بيه ما تخلوهم شهم يغيروا اي حاجة. السؤال هنا هل تروسار جاي مؤقتا يلعب مهاجم مؤقت وبعدين هيبقى مع التلاتة يعني يلعب مهاجم مؤقتا زي ما كان يلعب مع مكان نيكيتيا او مارتنال يروح مهاجم هو يبقى شمال اي ان كان ويعود ويبقوا الاربعة بيلعبوا في كل المراكز لغاية لما خيسوس يرجع وبعدين يبدأ مع التلاتة المواجم مش عارف بس مش هروح اشتري تروسار النهار ده عشان ابقى بلعب على اصلا معي العيد هو مش المفروض انه هيبقى اساسي ماتش ماتشان الجايين الا لو ارسنل وقعت قدام يونايتد وبعدين وقعت قدام ماتش كمان فبالتالي هيبدأ ياخد بدري انه يبقى اساسي عشان يلحق يلحق عشان يقدر يلحق النتائج ارتنال ده. فمش لعيب انا انصح انك تشتري الليوقتي نستنى بس نشوف اول ما يبدأ يبقى رجل في ملعب راجل بيبدأ اساسي ممكن يقدر انه احنا نشتري اه تروسار ده بالنسبة لتروسار. ندخل بقى من تروسار على زميله في برايتن او زميله السابق في برايتن. وهو مارش. يا غامعة مش اي لعيب هيجيب لنا نقط كتير هنتعامل مع انه لعيب جامد. يعني مارش طول عمره مش لعيب لعيب اقل من العادي في الفانتسي. تمام? مش حاجر يشتري مارش عشان هو فيه كان فيه اصابات فهو كان بلعب قدام وحط في يعني عادي يعني مية لعيب حط في ومية لعيب حط في سيتيو مية لعيب ومعين مات وبعدها يعني مش معنى انه جاب نجوان كتير ده معنى انه هيبقى هداف الفرقة. اللعيب اللي ممكن يبقى لقطة على سعره مش عارف ايه هو من هجوميا وبتاع بس مارش اروح اشتري مارش عشان مارش لعب في ماتش زاد فيه جاب له كم جون في ماتش صعب فده معنى ان هو لعيب جامد فانا ضد تماما اختيار مارش ده نهائي. انا ادخل على لعيبة اللي عامل لي قلق من اول موسم بصراحة وجاب لي الكلام وبصراحة يعني اثبت كلامي ولكن هو ليه وقته ورده زي بقيت الناس يعني. الميرون انا شايف ان هو كلعيب هو لعيب على قده جدا جدا جدا. هو كان في فرمة جامدة جدا. عمري ما قلت للناس تبيع الميرون بس كنت اقول للناس ما تشتريش الميرون. اه في اوقات الميرون كنت او ما تشتريش الميرون كان الميرون بيجيب نقط دي حقيقة ولكن انت النهاردة انا عارف ان في وقت هيقف فيه. امتى الوقت اللي هيقف فيه ده? همشوا عارفين. فممكن تستثمر في العيد تاني نجيب نقط كويسة جدا. في الميرون في اخير اربعة ماتشاط لهم بعد كاس العالم هو جاب له ستاشر نقطة. فطبع انهم معدل اربعة نقط كل ماتش تحريبا. فده معدل مش كويس تمام والناس بس تحطه في المرعب فبالتالي هو قطاع ماتشاكة رخمة وساعتها قلنا ماتشاكة رخمة فبقاش الميرون دلوقتي وانت بتعمل وكل الكلام ده. انا رأي ان احنا نجيب بس مش دلوقتي عشان فيه تركاة صغيرة. تركاة دي بتقول ان الميرون عنده ماتش كريستل بلس وبعدين عنده ماتشين اللي هما سيمي فاينل الكاس وبعدين هيرجع للدولة تانية. طبعا الكاس ده ماتشين في النص ضد ساوت هامتن ماتشين رخمين. هيلعب لاتنين اكيد لان هو اكيد عايز اوصل نهاية الكاس ويحقق بطورة وكل الكلام ده. فعنده ماتشين زيادة عن بقية الناس. ممكن يبقى فيه اجهاد ممكن يبقى فيه اصابات. فبالتالي طبعا ما فيه انه ممكن يتصاب انا ما اشترهوش دلوقتي. لو انت عندك خليه خلاص. لو انت مش عندك يبقى ما تشترهوش دلوقتي. استنى يخلص ماتشين الكاس يطلع منهم سليم هنشتريه اكون ماتشاته حلوة. طب اللي في الدوري قابل الكاس ده ماتش مين ده ده ماتش في الدور الاولاني جابت فيه جون واحد بس على مرعب يعني هما بيعابوا في مرعبهم كان بتاعتهم في ماتش ده كان تلت جوان تقريبا فده معناه هما كانوا مفودي يتسجلوا تلت جوان وساكن سجلوا جون واحد مرعب مش سهلة تماما مرعب اصغر ملعب ادياء وبتلعب بره مرعبك وملعب ريخم وفرقة ريخمة لسه طعيم بتاعتهم قدام لانشاسته انت يبقى افيقين جدا كل الكلام ده بيقول ان هو ماتش مش سهل فتوقعاتي بالارقام اللي انا شفتها للفرقتين ان هتجيب لها في حدود جولين فجولين ده مش حاجة حافز تماما انك تخليك تشتري الميرون لانه من نسبة لبير ممكن يشترك بجون وما يعملش حاجة تاني فبالتالي هو رقم مش مستاهل ان انا اجري اشتري الميرون النهاردة وبعين ممكن يتصفل ماتشات الكاس لان في فترة قسارة وبعدين يلعب اه وبعدين الماتشين دو اللي يروح داخل على ماتشات الدوري هتكون رخمة جدا جدا من نسبة لاي حد ممكن اشتري على الميرون فهنشتريه ولكن نستنى بعد ماتشات الكاس. واخر حاجة عايز اتكلم فيها هم مدافعين بصق مع الفرقة دي. الفرقة بتاعت الراجل ده اللي هو صاحب النادي ده قاعد بيلعب اه كارير مود قاعد بيشتري اي حد في اي حد. ما نشتهيش من احد خلص خلص الا لما نشوف جيمز بعينينا سليم في الملعب. جيمز سليم في الملعب هنشتري حد من جيمز مش سليم في الملعب تقمل الناس اللاعب بيجمحها على بعض دي ده ما اكلش ايش والكلام ده انا معرفش ده باختيارات بوتر ولا ده غزبا عنه انا مش فاهم ما اعتقدش ان العشوائي دي بتحصل مع بوتر يعني ولكن تمام الراجل ده يعني انا احنا العيبة اللي بيجيبها دي حتى احنا مش عارفين العيبة دي جامدة ولا لأ ولكن خلينا نشوف مرجعش اه مودرك ده هيلعب ولا لأ اه اه اوباميانج اللي هو قافش عليه طب اه جيمز و تشيلول في التمارين طب هارجعه ماتش لا لأ لأ مش مهم من مهم ان بعد نقدر نقدر نشوف تشيلسي لما يرجعه في شهر اتنين نشوف تشيلسي بشكل كويس اعتقد جيمز هيكون موجود فنتقل الاسبوع ده وبعاين نشتري جيمز اللي هيكون ممشي دايما مع جيمز اكتر من تشيلول كوت الكابتن عن كابتن هالل ولا لا هالل في اخر اربع ماتشات جاب جولين هينزل ماتش الجاي جازز جدا 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 بلعب على ملعبه هينزل جازز يعني هالل ده هينزل اللي هو انا اللي حصل ده كان تهريج انا هنزل اكيد طبيعي راجل عايز يكسر ارقام مرعبة في الدوري فهو بقاله فترة مراه هينزل جازز جازة مش عادية ده قدام حاجة تانية في الاتحاد ده ماتش فيه ثلاث اربعة جوان يعني فانا اتوقع انه مش هيجيب اقل من يعني جونيني واساس ده توقعي لو بقى هترك تمام يعني هو هيجيب حاجة في الحتة دي مش هيجيب اقل من كده فكابتنت هالل لازم مفيش حاجة كمان قدامها تغريك يعني ماتشات دايما رخمة حتى توتنم بيدعب ماتش مسهل تماما فبالتالي كل الكلام ده ده لو كسبه يبقوا رايبين جدا من انتم ما عافش يتعدوا توتنم ولاقى بس يبقوا رايبين جدا من توتنم فكل الكلام ده ما بيقولش انك تاخد اسك في اي حاجة هلند احنا مع هلند ما بنفكرش فما تفكرش في كابتنت حد في الاسبوع الواحد وعشرين غير هلند قدام في الاتحاد نهائي. نسبة في الايتي الاسبوع اللي فاد دي اجبت خمسة وستين نقطة رقم اعلى من شوية نزلت برضو بعدي كل اسبوع وبنزل حاجة بسيطة لو يعني الفين تلات تلاف مركز فدي حاجة بتقول ان في مكان ما ما بقاش سهل ولكن في ناس كتير جدا من اللي فوقية في المليون دول ادروا ان دهاتي مركز المليون بالزبط ففي كتير او من اللي فوقية دول تقريبا تلاتين اربعين في المية منهم استخدموا بتاعتهم فدي فرصة حلوة جدا ان وقت ما استخدمت تريبل كابتن اقدر اعدي الناس دي. لغاية دلوقتي نجاب الف مية ستة وخمسين نقطة. وفي حاجات ندنت على الاسبوع الفات وفي حاجات مصطونية. الحاجة اللي ندنت على الاسبوع الفات هو ان انا خليت كوكوريلا عندي وطبعا ما ارعبش المطسل الفات فده صفقة لازم هتمشي الاسبوع ده ومعاية طبعا اتنين اقول لكم دلوقتي ان محتاج ناصحتكم في حاجة اتنين الحاجة التانية اللي انا مبسوط بيها جدا ان انا كابتنت راشفورد مش هلن ودي فرقت معاية جدا جدا كانت هتفرق كتير اوي لو كنت كابتنت هلن كنت هنزل في الترتيب اكتر بكتير. هنا لسه ما اخدش القرار لغاية دوقتي معي ترانسفريتين ولسه ما اخدش القرار ده منزل في عشان تبصوا على الملايين بتاعتي لان النهاردة مش انتم اللي محتاجين نصحتي انا اللي محتاج نصحتكم. انا عايز اعرف منكم انتم شايفين اي محتاجة تعمل هلعمل واحدة هلعمل اتنين ولو الواحدة او الاتنين هيكونوا ايه? عشان في تكون جاهزة للفترة اللي جاية. انا افضل تبقى واحدة واحفظ على التانية في وقت محتاجوا اكتر. ولكن لو ما شايفين هي محتاجة اتنين قولي لي اتنين ده منزل في البيج وده منزر عشان تقدروا تبصوا مين هنا ومين هنا تضغطوا لي اختياراتكم في الكومنت بس كده ده كان رأيي في الاسبوع الواحد العشرين. يا رب تكون حلقة عجبتكم لو عجبتكم حلقة ليه تدوسوا حاجة هتفرم معي جدا 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 لو اشتركتوش في القناة ليه تشتركوا في القناة حاجة هتبصتني اكتر واكتر. طب انا لكم اسبوع عالمي مريب النقاط شوفكم جاء الله في حلقة جاية. سلام.